وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة محافظي محافظات المنطقة بعقد لقاء عاجل بشيوخ القبائل لإعداد وثيقة لمعالجة ارتفاع المهور والحد من الإسراف في مناسبات الزواج وحدد توجيه الفيصل الموجه للمحافظين مهر العروس البكر بخمسين ألف ريال وثلاثين ألف للثيب يذكر أن دراسة سعودية صدرت مؤخرا أشارت إلى ارتفاع نسبة الأنوسة في المملكة العام الجاري إلى أربعة ملايين فتاة مقارنة بقرابة مليون ونصف مليون فتاة في عام الفين وعشر حول هذا الموضوع تنضم لنا من جد المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة زهرة المعبي أهلا دكتورة زهرة كيف حالك إن شاء الله طيبة والله بخير الحمد لله إنتوا كيف حالكم إحنا بخير بس أنا فأسألك دكتورة هل هذا الموضوع بيخفض يعني موضوع أنه يكون نظام أو قانون موجود في البلد أنا ما نسامعتك يا سيدي مش سامعتني الحين أي أي وتفضل طيب أنا بس طيب كويس طيب هل الموضوع أنه تنزل المهور إلى خمسين وثلاثين ألف هل هذا بيحد من الأنوسة إيش اللي ممكن يسويه مثل هذا القرار والله هذا القرار يعني أثلش صدور الشباب قبل كل حاجة وأولياء الأمور أنا يعني أنا بصفتي مستشارة أسرية وبأشوف معاناة الشباب وعدم رغبتهم وإقبالهم على الزواج ومعاناة أولياء الأمور فعلا ارتفاع نسبة العنوسة بين الأسر أضف إلى ذلك يعني أنا أقدم شكر الجزيل لمستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير خالد الفيصل حقيقي يعني هي دراسة رائعة ومقترح في مكانه لما نقدمه واقترح على محافظي جميع محافظات جدة إنهم يدرسوا هذا الموضوع ويقترحوا في تدرسوا بالأحرى مع شيوخ القبائل لأنه هذا المهر يعني يعتبر بحد ذاته يعني معضلة كبيرة بالنسبة للشباب وارتباطهم بالزواج رغم إنه أنا دخلت في أكثر من موقع وشفت أكثر من دراسة وقرأت بعض التعليقات وجدت رأي الشباب يعني الشباب اللي هم دخلهم محدود وهم محتاجين إنه فعلا يقبلوا على الزواج وهم في مقتبل العمر كانوا سعداء جدا وفرحانين بس يقولوا يا ريتكم كمان بالأحرى يعني في موضوع تحديد المهر أضيفوا إليه كمان إننا كمان نقدم لهم سكن يعني فقلنا علمي الله فرج الله قريب يعني شوية شوية رح الأمور تتبحبح معاكم فكانوا مرة سعداء ومبسوطين لكن بعض الشباب يقولوا لا خمسين ألف هذي أنا اشتعمين لي خاصة يعني الشباب اللي هم من أبناء البادية لأنه عبء كبير عليهم في إقامة العرس عليه قسر الأفراح عليه يجيب الطقاقة عليه خسن العروسة عليه البوفي كامل الدبايح حلق عودة المعرفة كلها هذي على ظهره برضو بيطلع بالعرس مستلف ومتدين طيب دكتور إذا تأذنين لي كلامك هذا عن جانب الشباب بس ترى البنات المهر هذا ما ظن يوفي معهم ولا لا أنا أكمل لك طيب أنا قلت لك أنا عاملة دراسة للزوجين أو للطرفين أنا شفت رأي الشباب أخذت رأي البنات البنات خمسين ألف هذي تقول لك ما تكفي يعني الحالة هذي دهب الحالة عشرين خمسين ألف خمسة وعشرين ألف فستان الفرح مبلغ وقدره خاصة لو كانوا من بنات الحضر يبغى لي مكياج يبغى لي اكسسوارات يبغى لي فساتين سهرة الفستان اللي يقل عن ألف وألفين إضافة إلى الكماليات واللي يزيدنا عبءا وهما وإحساسا وغبنا الأشياء المعتكرة اللي بيعملوها في الأفراح أشياء يعني تقدم ما أنزل الله بها من السلطان يعني أنا غبت فترة سبع سنين بسبب ظروف والدتي الله يرحمها ومرضها وجيت خرجت للحياة بعد سبع سنين كأني نازلة من كوكب آخر الطاولة والمآدب والمباشرات والهدايا والسلال ورقصات وعصير برقصة والألعاب مش عارف إيه وها هذي كلها يمكن تشمل تلاتين أربعين ألف يعني معناته حتى المهر هذا اللي هو خمسين ألف برضو ما بيغطي التكاليف الباهزة إذن هنا لازم نحن كأولياء أمور كأزواج وزوجات نتفق ونتفهم مع بعض مستشارين رجال دين ومراء مناطق فعلا شيخ عشائر لابد أنهم نشتركوا كلهم جميعا ويضعوا يدهم على ملمس ومكان الألم هي ليست المشكلة ارتفاع غلاء المهور إنما ارتفاع المباحاة والمبالغة هذا سؤالي دكتورة إذا تسمحيني في حامة الأفراح إذا تسمحيني دكتورة هذا سؤالي حركت عليك طيب كويس أنا بقول لك الزواجات صحنا الزواجات صارت بين البنات وماشاء الله طيب الزواجات صارت الآن مباهات عند البنات بينهم وبين بعض وتورطوا فيها العيال نعم وإيش مباهات مجاكرة إيش اللي ما سوينا إيش اللي ما عمره أحد سوى يبقوا يبتكروا يبقوا يخترعوا يبقوا يدخلوا في النت ويشوفوا أشياء جديدة ما أنزل الله بيها من السلطان ما يجوز حرام أصلوا عيب على أهلهم وعيب على الزوج ما يصلح أتصور دكتورة أن المهر مو كثير على الشاب كثير مو التكاليف هذه أيضا كبيرة جدا عليه مكلفة جدا عليه نعم فعلا فعلا أنا على طول أنا على طول ما شف صف الشباب إذا أحسنت الزوجة أو الفتاة المقبلة على الزواج حسن اختيار الأشياء التي تعملها يوم زواجها والله العظيم أننا سنقضي على نصف نسبة العنوسة الموجودة عندنا في البلد يدنا في يد بعض آباء وأولياء أمور مستشارين علماء أمراء شيخ قبايل قسما بالله أننا لو اتفقنا فيما بيننا أننا رح نقضي على أكبر نسبة من نسبة العنوسة بعدين أضف إلى ذلك الشاب الآن بيتجهي إلى الخارج يبقى تزوج من بره لي يا بابا أنت تبقى تروح تتزوج من بره ويقول ما تطلبني مهر ما تطلبني بهدية الأمها عمتها خالتها ما تطلبني بعشا ما تطلبني ذهب طيب إيوة أوكي إحنا ما نختلف هذا الشي هي تيجي بيته هذه الزوجة الأجنبية لكن على مدار السنين والأيام صح هي تسحب منه صح تسحب منه دكتورة أنا بروح أنت خسران في الأول وفي الآخر لكن بنت بلدك أحسن لك طيب أبغى أروح للحل أتكلم للشباب والبنات بالله باختصار دكتورة أبغى نوصل لهم رسالة بحيث يعرفون أنه إحنا في خطر البنات الآن أربعة مليون عانس عدد مو بسيط ترى ويعني معرض للزيادة في ظل اللي قاعد يصير والزحمة اللي قاعد يصير في الزواجات إيش ممكن نوصل للشباب والبنات بحيث يعني نقول لهم أنه ترى أنتوا قدام مشكلة عويصة صحيح مستقبلا أنا أولا أوجه رسالتي إلى أولياء الأمور وأقول لهم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه إن لم تفعلوا تكون فتنة صحيح إن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير ما ينفع لابد إننا نسحل الأمور هذه لابد من التنازلات الزوجة تتنازل كفتاء والزوج يتنازل كشاب أهل يساعدوه ما عندهم مانع هي الفتاة تتنازل عندنا الكثير من الطلبات الغير يعني منطقية معقولة ومنقوطة وغير منطقية وبعدين تروحها باءا مثورة يعني أنا لما أحضر فرح والناس يحطوا لي حاجات أم أهل الفرح تباسي تباسي إيش اللي بيصير أقول يا ناس جيبوا لي كيس بس ألم لي ما الحدايا هادي اللي جاتني وأشيلها وأرميها أديها للأطفال اللي في العيلة أديها في أي مكان لأني ما تمفعني ما أستفيد منها طيب طيب دكتورة زهرة بنواركينا عينب الملك وشغلات حاجات كثيرة هادي طيب دكتورة شكرا لك